بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين لقاء جديد من برنامجكو سؤال محيرني ومعانا أكتر من سؤال عن قضية التجسد فيه سؤال بيقول ليه الإنجيل ساعات يقول ظهرة بدل ما يقول تجسد وفيه سؤال تاني بيقول سمعت أكتر من غرض لتجسد المسيح فخلينا نتكلم في قضية التجسد ونحاول نشرحها زي ما شرحها القديس أسانسوس ولو بشكل مبسط لكن أتمنى كلكم ترجعوا تقرؤوا كتاب اللي بتعتبره كنيسة جوهرة في تاريخها كتاب تجسد الكلمة للقديس أسانسوس الرسول الكتاب ده كتب من أكتر من 17 قرن وما زال يعتبر مرجع لشرح التجسد لكل المسيحين في كل العالم حتى غير الأرثودوكس بيرجعوا للكتاب ده وبيعتقدوا فيه جدا بداية نقول تجسد المسيح ببساطة يعني أن الله الكلمة أقنوم الإبن أخذ طبيعة بشارية ومن هنا الإنجيل قال كذا فعل في التعبير عن التجسد وكل فعل منهم بيعبر عن زاوية من زوايا سر التجسد لأنه التجسد سر فوق العقل يعني إيه ربنا يبقى إنسان؟ حاجة فوق العقل برضو في الأول نقول ربنا يبقى إنسان مش معناها ما بقاش ربنا يعني الكلمة صار جسدا دي لا تعني أبدا أنه بطل يبقى كلمة وبقى إنسان لا هو ما زال إلها كاملا ولكنه صار أيضا إنسانا وبالتالي أصبح لهوت وناسوت في شخص واحد في طبيعة واحدة كل صفات الله وكل صفات الإنسان في شخص ربنا يسوع له كل المجد فمثلا الإنجيل قال كلمة أتى على بدل ما يقول ولد المسيح كتير ما الإنجيل بيقول أتى أتى إلينا لدرجة أنه في العاد الأديم كان يلقى بالمسيح بالآتي حتى أن الناس راح تسأل يحنى تقوله أنت هو الآتي إذن الآتي دي لبزة معروفة عند كل اليهود يقصد بيها المسيح ليه كلمة أتى اللي جات منها كلمة الآتي اللي الناس هتفت وقالت مبارك الآتي على المسيح أتى غير ولد بتضيف إيه لأتى أتى بتضيف معنى جميل إنه موجود وجه ولد ممكن تفهم فقط هي طبعا ولد حقيقية المسيح تولد من العدر لكن ممكن واحد يفهمها فهم ناقص إنه تولد زي أي إنسان عادي فالإنسان العادي لما بيتولد ده أول وجوده إنما المسيح ده مش أول وجوده قد أتى إلينا على الأرض فإذا نكونه أتى فعل لهوتيا بيشرح وجوده الأزلي بيأكد إنه كان موجود قبل ما يكون مولود من العدر مولود من الآب قبل كل الظهور نور من نور إلى حق من إلى حق من أجلنا نحن البشر من أجل خلاصنا نزله أو ده فعلة تانية نتكلم فيه وتجسد يبقى الكتاب استخدم كلمة أتى لدرجة إحنا في الألحان اللي ابطين حب قوي كلمة أتى دي اللي هي في الإبط إيه جي أك إي أكسوتي أمون أتى وخلصنا بنعبر عن التجسد بالكلمتين البساء الدول أتى ده شرح التجسد وخلصنا ده غرد التجسد شوفوا الإختصار البسيط ده لكن نقولها كتير جي أك إي أكسوتي أمون ساعات طبعا في العياد نقولها جي أكتون كاكسوتي أمون يعني قام وخلصنا بس هي ضمنيا أتى ومات وقام كل ده لكي يخلصنا فعل تاني استخدمه الكتاب ظهر زي بقى صاحب السؤال لما ركز على كلمة ظهر يقول مثلا عظيما هو سر التقوى الله ظهر في الجسد ظهر دي جت في كذا حتى في الإنجيل برضو ظهر تؤكد لنا أنه كان غير مرئي ثم صار مرئيا وده تعبير للقدسين الأواعي الأسانسوس وكيرولوس غير المرئي رأوه غير الملموس لمسوه غير الجسدي صار جسدي إذن استخدام الكتاب المقدس لكلمة ظهرة هي ما تلغيش ولدة طبعا هو ولدة من العدرة لكن بولدته من العدرة ظهرة ظهرة للعيون إذن القديس حاننا لما عبر عنها وقال إيه كان من البدء ده أزلي كده هو الذي رأته عيوننا هو الذي سمعناه بأذنة هو الذي لمسته أيدينا فإن الحياة أظهرت برضو واحد يقول هو ظهرة ولا أظهرة الحياة الحياة موضوعه بسيط هو ظهرة يبقى الفاعل المسيح نفسه ظهرة بتجسد أظهرة يبقى منسوبة للآب الآب أظهر ابنه للبشرين الآب أعلن عن نفسه من خلال تجسد ابنه كلمنا حديثا في ابنه في عبرانين واحد يبقى مرة اتقل تجسد مرة اتقل أتا مرة اتقل زهرة تعالوا نشوف مرة تاني اتقل أشراقة ونخدها من الإنجيل ونغشها في التزبيح هنقول أشراقة جسديا من العزراء بغير زرع بشر حتى خلصنا طب فعل أشراقة يضيف إيه برضو أشراقة تحقق نفس المعنى أنه كان موجود بس مش شايفينه لأن الشمس لما تكون غيبة عننا ده مش معناه أنها تلغت ولا أنها مش موجودة هي موجودة بس احنا مش شايفين لما بتيجي على الفجر تشرق علينا هو الحقيقة احنا شفناها بس هي ما كانتش متشافة بس كانت موجودة فإذا فعل أشراقة يؤكد نفس الحقيقة اللهوتية أن المسيح موجود بلهوته منذ الأزل ولكنه بتجسده أشرق علينا عشان كده تلاقي تعبير ملاخي النبي يقول إيه شمس البر تشرق والشفاء في أجنحته يبقى المسيح جاي بشمس الحلوة دي بنوره ينور علينا ويشفين تجسده أتى ظهره أشرقه تعال ناخد فعل تاني نزل يقول تقطع من السماوات ونزل ودي اللي غشناه في قانون الإيمان من أجلنا نحمد البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء نزل ده فعل آخر نزل لا تعني أبدا أن المسيح ترك السماء لأنه بحكم لهوته هو مالي كل مكان يبقى مالي السماء ومالي الأرض لكن فعل التجسد يجعله يتنازل وهذا التنازل زي ما شرحه مثلا بولس في فيليبي 2 يقول إيه إسكان في صورة الله لم يحسب مساواته لله اختلاسا ولكنه أخلى ذاته آخدا صورة عبد صائرا في شبه الناس وإذا وجد في الهيئة كإنسان قطع حتى الموت موت الصليب إذا هذا التنازل النزل النزول ده فاكرين في العهد القديم يعقوب استوعبه بشكل مبسط لما شاف المسيح نازل على السلم وجيله بيقرب منه وربنا بيعده أقوله هكون معاك ليه عمان وإيه الله معنا أنا هكون معاك على الأرض وكان فرحان وقال له اسمك قال له لماذا تسأل عن اسمي وهو عجيب عملية النزول دي أحد التعبيرات الأخرى عن التجسد إنه نزل لكن نزل لا تلغي أبدا إنه ما للسماء والأرض بدليل في حوار المسيح معاني قديموس يقوله ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء ابن الأنسان الذي هو في السماء فطبعا نيقود يموس غالبا تاه يعني إيه هو هيصعد وهو نزل وهو دلوقتي في السماء وهو دلوقتي أصادي بيكلمني فقال له بص أنا نزلت من السماء بس أنا موجود في السماء برضو بحكم اللهوط وعشان كده نيقود يموس قال له كيف يمكن أن يكون هذا يعني التساؤل بتحرك فيه قال له أنا بكلمك عن سمويات أنت إن كنت قلت لك الأرضيات وانت مش مستوعبها أسرار السماء يمكن أصعب من الإدراك نراجع لأفعال جا فعل تجسد جا فعل صار جسدا كمان جا فعل اسمه ظهرة فعل تاني أتى فعل آخر قلنا أشراقة فعل كمان نتكلم عن اشترك دي بوليس برضو قالها في عبرانية اتنين قالها بطريقة جميلة أوي وأساناسوس كان غاوي القديس أساناسوس كان غاوي الآية دي استشد بها أكتر من مكان في كتابه المشهول يقول إيه إس قد تشارك الأولاد في اللحم والدم يعني إيه اللي بيربط نحن كبشر ببعضينا ما إحنا فينا الطويل وفينا القصير فينا الأصمر فينا الأبيض فينا الصغير فينا الكبير فينا حتى الست والراجل بس كل ده اسمه إيه لحم ودم فاسمنا طبيعة بشرية واحدة فبيقول إس قد تشارك الأولاد في اللحم والدم كل البشر لحم والدم اشترك أو ده فعل تجسن اشترك هو أيضا كذلك فيهما يبقى المسيح شاركنا لحمنا ودمنا هي دي حقيقة التجسن ده شرحة آخر للتجسن غير نزلة غير أشرقة غير ظهرة غير أتى كل دي أفعال بتشرح هذا السر العظيم سر التجسد اشترك هو أيضا فيهما وبعدين هنا يقول بولس ويكمل لكي بولس عادة لما يتكلم عن التجسد يجيب السبب يجيب الغرض هو تجسد تجسد يعني ايه شاركنا لحمنا ودمنا لكي يبيد بموته يبقى جاي يموت ذلك الذي له سلطان الموت أي إبليس يبقى احنا عندنا مشكلة عندنا مشكلة اسمها الموت وريس الموت ده إبليس فالمشكلة مشكلتين المسيح جاي يبيد هذا الموت عشان كده نقول بالموت داس الموت أباد الموت ويدوس على إبليس فيقول ويعطق أولئك الذين كانوا خوفا من الموت كانت كل حياتهم تحت العبودين يبقى اضفنا فعل آخر هو فعل الاشتراك يبقى صار جسدا تجسد أتى نزل أشراق قلنا لسه اشترك كل دي أفعال بتحاول تشرح فكرة التجسد لأنها فوق الإدراك البشري لأنه برضو هنا يوضح لنا دور العدرة هي العدرة ليه بنقول شريكة سر التجسد ليه ليها دور مهم جدا في التجسد لأن لحمنا ودمنا خدوا من بطن أمنا العدر طبيعتنا البشرية دي خدها إزاي خدها من إنسانا مننا واحدة مننا بس فخرج إنسانا اللي هي عمنا العدر ادته لحمنا ودمنا فاتحد لهوته باللحم والدم البشري فإيه صار المسيح له المجد إلها متجسدا لم يزل إلها ولكنه صار ابن بشر ولكنه هو الإله الحقيقي أتى وخلصنا ممكن نضيف فعلة آخر فعلة آخذة 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 صورة عبد آخذة دي بقى سناس يسحبها وحفظنا حفظنا كده جملة كلكم يمكن فاكرينها وعرفينها تتألف التسباحة بتشرح التجسد قال إيه آخذة اللذي لنا اللذي لنا اللي هو كل ما يخصنا كبشر وأعطانا اللذي له فلنسبح ونمجده تعالوا نفهمه آخذة اللذي لنا إيه اللي لينا لحم ودم خد يا رب لحمنا ودمنا دوني لحمك ودمك يبقى طبيعة وحدة معايا يبقى شلت لحمك ودمك هديكوا في المقابل روحي يبقى عملنا استبدال هو خد لحمنا ودمنا وإحنا صرنا هياكل لروح الله يبقى بدون التجسد ما كانش الروح القدس يسكن فينا كبشر أخذة اللذي لنا أنا اللذي ليه أنا إنسان خاطئ أنا عندي فساد أنا ملوث هاته التلوث هاته الفساد هاته الخطية الذي لم يفعل خطية صار خطية هاته ده وأعطانا اللذي له هتدينا إيه هديكوا القداس أنتو مش وش القداس هديكوا القداس هديكوا البر يبقى تقدسنا بالتجسد بالمسيح تبررنا بالمسيح وهو حسب حامل خطايا البشر يبقى أخذ اللذي لنا وأعطانا اللذي له تبصلها من زاوية أخرى تلاقي إيه أخذ حكم الموت إحنا الموت ده يخصنا المسيح مملوش في الموت ليه قدسه الحي الذي لا يموت بحكم اللهوت طيب حسب ما قال أسناسه بس هو عاوز يموت عشان فلازم ياخد جسد قابل للموت فأخذ الذي لنا قضية الموت وأعطانا اللذي له ما هو لك يا رب ما يخصناش الحياة الأبدي إحنا مش بتوع أبدي فأعطانا اللذي له يبقى أخذ الموت البشرية دي وأعطانا في المقابل الحياة الأبدي وبحكم لهوته هو هيغلب الموت فالقيامة فيه قوة أيامته فيه الحياة الأبدي يبقى كده إحنا اللي كسبنا هو أخذ الذي لنا إيه اللي يخصنا تاني اللي يخصنا الخزي العار إحنا مش وش كرامة لأن إحنا بهدلنا نفسنا بالخطي أخذ الذي لنا خد عار الصليب خد الزل خد الخزي خد المهانة وأعطانا الذي له إدنا كرامة إدنا مجد عشان كده إن كنا نتألم معه نتمجد أيضا معه يبقى المسيح في المقابل أعطانا ما يخصه نتمجد معه نكرم معه نطوب معه ليه مش لفضل فينا لأنه عمل البدل هو أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له يبقى هنا تلاحظوا أن سر التجسد يوصف في الكتاب بألفاظ كثيرة للتعبير عن سر فوق الإدراك البشر كلمة ظهرة كلمة قتا كلمة اشتركة أضيف فعل آخر فعل دخل دخل برضو دخل دي الواحد يستغرب يعني إيه دخل دخل على طول تخليك فاكر إيه فيه واحد برا الباب ودخل إنما ولد ما زلت بقول ولد مستخدمة ولد من العزراء طبعا لكن ولد قد تبيح لبعض فكرة أنه يبقى هي دي ولاده جسدية يبقى ده إنسان عادي كلمة دخلة تؤكد لا ده مش إنسان عادي يعني أنا ما أقدرش أقول كإنسان أنا دخلت بطن أمي لأني كأني كنت موجود ودخلت لا أنا تولدت أما المسيح له المجد دخل عالمنا دخل عالمنا من خلال أمنا العدرة من خلال التجسد فهنا كلمة دخلة تؤكد وجوده الأزل إنه كان موجود منذ الأزل بلا هوته ولكنه دخل إلينا دخل عالمنا وعشان كده ساعات يستخدم أحياناً الكتاب المقدس كلمة خرجة كمان عشان كده بطرس وبيعوز يقول من الوقت الذي دخل إلينا فيه ربنا وخرج يعني دخل عالمنا وخرج بصعوده عشان إيه يتمجد إلى الأبط إحنا خدنا اللقب ده وبقى إحنا كمان يتقال علينا الخارجة لما الواحد يسيه يطلع من الدنيا يسموها الخارجة وده معنى مفرح على فكر مش الموتة لا اسمها الخارجة يعني إحنا خارجين للحياة الأبداية خارجين من السجن ده لكن إحنا مش مزعلنين إن إحنا نخرج بالعكس الخارجة دي حاجة حلم استخدام ألفاظ كثيرة وأفعال كثيرة بتحاول تشرح القضية دي تعالوا بقى ندخل في القضية أو الكمالة لماذا؟ ليه إيماننا المسيحي يعني بيؤكد دايما التجسط التجسط قد تكون أهم عقيدة في الفكر المسيحي أن المسيح ليس إنسانا فقط ولا إلها فقط المسيح هو الإله المتجسد والكلمة كلمة الله المتجسد هو ابن الله الوحيد المتجسد الغرض الأول زي ما تعلمنا من الكنيسة نقلا عن الإنجيل والأباء أتى وخلصنا يبقى جاي ليه رب؟ جاي عشان أموت وفديكم ووديكم خلاص خلاص من الفساد خلاص من الموت خلاص من إبليس هي فكرة الخلاص تلاعظوا القديس باسيليوس في القداس اللي بنصلي كتير يقول إيه الموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس دي مشكلتنا بقى الموتة دي هدمت بالظهور المح استخدم كلمة ظاهرة هنا الذي لابنك الوحيد ربنا وإلنا ومخلصنا يسوع المسيح وملأت الأرض من السلام يبقى هدمنا الموت بتجسد المسيح هي دي فكرة الخلاص ممكن يعبر عنها نفس الفكرة الصلح إن المسيح بحكم نزوله من السماء وهو واحد مع الآب في الجوهر من نفس جوهر الآب ثم صار واحد معنا في الطبيعة البشرية من نفس جوهر البشر أصلح الله بالإنسان أصلح السماء بالأرض صانع الصلح وكمله صانعا الصلح بدم صليبه يبقى فكرة الخلاص هي امتدادها الطبيعة فكرة الصلح إن احنا اصطلحنا مع ربنا لأن الخطيئة وقفت حاجز بنا وبين ربنا هو بتجسده اللي أعقبه الفداء موتوا على الصليب وقيامته كسر الحاجز ده وأصلح السموين بالأرضين يبقى الغرض الأول للتجسد المسيح جاه عشان يفدينا من أجل هذه الساعة قد قتيت الساعة اللي هي إيه؟ ساعة صليبه ساعة فداءه فهو كان واضح جداً إنه جاي عشان المأمورية دي لكن مش ده الغرض الوحيد حتى لو ده الغرض الأهم والأسمة والأوضح دايماً لكن قديسة سناسوس علمنا إنه ضمنياً في أغراض أخرى ليه؟ لأن المسيح عاش على الأرض كإنسان طبيعي عيشته على الأرض شغله الطبيعي أكله شربه نومه قدسة الحياة الإنسانية وهنا بالتالي المسيح جي كمان يعلمنا نعيش إزاي كبشر صالحين صحيح الشريعة في العهد الأديم بتقول لنا الواحد يرضي ربنا إزاي لكن حسب كلام العهد الأديم محدش عارف يمشي صح ليس من يعمل صلاحاً إيه؟ ليس ولا واحد كله فشل في أنه يعمل المطلوب لأننا مش عارفين نعمل الصح مش عارفين ننفذ غرض ربنا فيأتي المسيح له المجدب تجسده عشان يورينا شكل الحياة الكاملة فهنا من ألقابه المعلم وكان يقبل هذا اللقب ليه؟ لأنه بيعلمنا كيف تكون الحياة فأتى لو قلت أتى ليعلمنا بعد أتى ليخلصنا صح أتى ليعلمنا أحب عدو إزاي؟ تعال أتفرج على المسيح طيب أصلي إزاي؟ أتفرج على المسيح طيب أصوم إزاي تفرج على المسيح طيب أدين الناس واللي بصوا المسيح بيعمل إيه؟ فيما هو قد تألم مجرباً يبقى تعلم منه تعمل إيه وقت الألم يقدر أن يعين المجربين يبقى ربنا يسوع الذي شابهنا في كل شيء شاركنا في كل شيء ما خال الخطيئة أصبح مثل أعلى لنا عشان كده بوليس يقول يلا تمثلوا بيه كما أنا أيضاً بالمسيح أنت بتقلد المسيح ما كنتش هعرف أقلد ربنا لو ما كانش تجسد لو هو إله غير منظور طيب هعرف الصح هعمله إزاي؟ عارفين زي إيه؟ زي واحد تعلمه السواق تبدل تشرح له كده نظري أو على الشاشة دي عربية وده دريكسيون ودي عجلة ودي وبعدين يركب عربية يعمل على حدثة ما عرفش تحرك إنما يقعد جنب السواق ويقول له بص ركز معايا بقى شوف أنا هسوق إزاي عشانت هتيجي تسوق هنزل أو هقعد جنبك ونت اللي عليك الدور بعد كده يبقى هنا لازم الكبير يعمل كل حاجة والصغير اللي زي حالتنا يقلده صار بكرا بين إخوة كسرين فقال يلا تعالوا ورايا اتبعوني اتبعوني يعني إيه؟ كل اللي بعمله وعمله كل اللي بقوله أنا بعمله وكل اللي بعمله أنتو كمان عملوه تدخلوا معايا السما خراف تتبعه لأنها تسمع صوت ولا تسمع صوت الغريب لأنها لا تعرف صوت الغريب يبقى كان فيه ضرورة للتجسد مش بس لأننا محتاجين الخلاص كمان محتاجين كيف نحيا إزاي نعيش يومنا إزاي نعمل الصح وطبعا ربنا قال لنا ولو وقعت وغلطت وصلح لكم بس خليكم بصين عليهم غرض آخر للتجسد أن احنا كنا نحتاج أن نرى الله لأن إلهنا نار آكل إلهنا غير محدود الله لا يرى ولا يستطيع أن أحدا يرى الله الآب وطول ما أنا مش شايف ربنا أنا مش عارف أتخيله وحتى لما الكتاب مقدس كلمني عن ربنا والأباء الأنبياء كلمونا عن ربنا لسه الصورة بات في ناس بتتصوروا إله قاسي في ناس بتتصوروا إله لا يبالي طيب إحنا هنعرفه كويس إزاي أنا مش هقدر عرفه كويس بحكم إنسانيتي غير لما أشوفه وأكلمه وأسمعه وألمسه ويبقى الحكاية كده إيه وجهاً لوجه ساعتها أبقى عرفت ربنا صاحب فربنا قال خلاص أجيلكم طالما ده احتياج بشري حقيقي وضرورة لمعرفة الله خلاص المسيح يتجسد عشان لما حد يسأله يقوله من رأاني قد رأى الأب أنا معكم كل هذا الزمان يا في لبس ولم تعرفني يبقى تجسد لنعرفه نعرف الله لأننا قبل التجسد معرفتنا بالله معرفة نقصة معرفة مشوشة لأن الصورة مش واضحة حتى الأباء الأنبياء ما كانتش الصورة عندهم كاملة برضه اشتهوا أن يروا ما نحن نرى وأن يسمعوا ما نحن نسمع ليه في العهد الجديد بالتجسد صرنا نسمع ونرى الله نحن في العهد الجديد نشهد ونقول قد رأينا الله قد سمعنا الله ليه؟ لأن الله صار جسداً وحل بيننا ورأينا مجدو فهنا بدون تجسد يبقى لسه إله مجهول حتى لو الكتب تكلمت عنده هبقى بقوله نفسي شوفك افتحانية صحيح بشوفك في الطبيعة في صنعة يديك بشوفك في كلامك بس أنا عاوز أشوفك وجهاً لوجه من هنا كانت الضرورة يبقى نرجع تاني الله تجسد المسيح له كل المجد أتى إلينا ليخلصنا وأتى إلينا ليعلمنا وأتى إلينا لنعرفه طب في غرض كمان أتى إلينا ليشفينا ليه؟ أول عزة بدأها المسيح له المجد في لؤة أربعة دي أول عزة بيسجلها القديس لؤة بدأت في قرى الجليل مع الناس البسطة أهل بلده دخل المجمع يوم السبت الدوله يقرأ فتح عشعية قال روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين ونادي للمأصورين بالإطلاق للعمي بالبصر للمازبيين بالحرية وسنة الرب المقبول ونادي بسنة الرب المقبول أفل الأشعية وقال لهم دلوقتي حصل الكلام ده تمت هذه النبوة وكلهم بصين له ومش مصدقين يعني الكلام ده تحقق أيوة تحقق في المسيح هنا ربنا يسوع ممكن واحد يسأل سؤال ليه عمل معجزات كتير كده هل ده جزء من رسالته بالتأكيد جزء من رسالته صحيح هو جاي خلصنا من الفساد والخطيئة والموت عشان ندخل السماء لكن كمان أوجاعنا حملها آلامنا حملها وأوجاعنا تحملها يعني إيه هو مش بس لغى الحكم النهائي بالموت الأبدي هو كمان غير طعم الحياة هو خلانا نعرف نديله أمراضنا فتخف عننا أحزننا وتطلع مننا النهاردة الإنسان المستمتع بحياته مع ربنا بتلاقوه منتصر على وجعه فرحان في الضيق غالب تجربته ممكن يخف بمعجزة ولو ما خفش بمعجزة هو عايش معجزة أخرى أنه فرحان في الضيق كل ده بالمسيح لو ما كانش المسيح جاي كانت بقى الدنيا مر قوي يبقى ما فيش أبشر المساكين للعمي بالبصر فتح عينين العميان إذن ربنا يصبح له المجد جيه شفانا وما زال يشفينا يشفينا من أوجعنا النفسية ومن أوجعنا الجسدي يبقى نقول المسيح أتى ليخلصنا مسيح أتى يعلمنا مسيح أتى ليعرفنا طبيعته المسيح أتى ليشفينا أخينا المسيح أتى ليقدسنا جيت لي يا رب قال لأنه طبيعتكم طبيعتكم اتشوهت ومش ده الإنسان اللي أنا عاوزه مش ده الإنسان اللي أنا خلقته لكن أنا مسؤول عنه فلازم أرجعه للصورة اللي أنا كنت أسطها طب هيرجع إزاي وإحنا كلنا خطيئة قال ما إحنا اتفقنا هديكم للية أتى المسيح ليعطينا روح القدوس ليقدسنا يعطينا جسد المقدس ليقدسنا يعطينا دم المقدس ليقدسنا يعطينا كلامه وتعليمه المقدس ليقدسنا يبقى قضية القداسة اللي كانت بالنسبة لنا بعيدة جدا مين إحنا نبقى قدسين إحنا ملوثين إحنا خطاء دلوقتي نتقدس به المسيح القدوس بتجسده أخذ الذي لنا أعطانا الذي له عن طريق روحه القدوس وجسده المقدس ودمه الكريم بنتقدس يبقى كمان جه عشان يقدسنا فنصير قدسين يبقى كان في ضرورة ربنا يجيك ضرورة العظمى لكي يفدينا ويخلصنا ضرورات أخرى لكي يعلمنا كيف نحن ضرورة أخرى لكي نرى الله ونعرفه ضرورة أخرى لكي يشفينا من أوجعنا وأمردنا وأحزاننا ضرورة أخيرة لكي يقدسنا وقبل كده قلت لكم بعبر عن التجسد بأفعال كثيرة كلها بتكمل الصورة العظيمة لأعظم سر هو سر التجسد مرت تقال تجسد صار جسدا أتى جاء نزل اشترك أشرق دخل كل دي أفعال بتوضح قيمة هذا السر العظيم كل سنة وانتوا طيبين لإلهنا كل مجدو كرامة إلى الأبد أمين ترجمة نانسي قنقر